عقد البيت الأبيض الأمريكي أمس الاثنين اجتماعاً عبر الفيديو مع كبار المسؤولين التنفيذيين من تسع عشرة شركة كبرى لمناقشة النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات وهو ما يتسبب في أزمة إمدادات لشركات السيارات وشركات التكنولوجيا وفي أثناء الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته تعزيز الاستثمارات في صناعات أشباه الموصلات والبطاريات وكان من بين الشركات التي شاركت في الاجتماع شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات وشركة تي اس ام سي التايوانية وعدد من شركات السيارات الأمريكية والشركات الأخرى ذات الصلة بشبكات الاتصالات واستهدف الاجتماع جمع آراء الشركات العالمية الكبرى بشأن الإمدادات المستقرة لأشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات